حاجة صعبة جداً لأنت لو هم الفرقة دي كانت جاب الجوم فيك كانت ممكن تجيب التاني وتاني ايه رأي في مصطفى شبير؟ مصطفى عنده شخصية اه انا بيعجبني جداً بص انا بحب اللي عنده شخصية يعني احمد سيد زيزو من ساعة مطارقة الزمالك وانت حاس انه عنده شخصية الشخصية دي بتتقالي ان هو يشيل فرقة الشخصية دي مش هو انت واحد يعني في الملعب حريفه خلاص الشخصية ان هو يشيل فرقة تحيس ان هو كابتن في الفرقة تحيس ان هو مؤثر مع الفرقة مصطفى لايه في ظروف صعبة جداً ضغط عليه جمج جداً من الناس ابناء عاملين وكابتن شبير ايوا ايوا ودي دي اقولك دي تهد اي حد ايوا لان الناس فعلاً ما بتديش كل واحد حقه هو انت الاول شوفه ما ممكن يبقى قوي يعني معلش يعني هو ابن الكابتن شبير ابن الكابتن شبير لازم يبقى وحش ما ممكن يبقى كويس لا وليه لو انا لو انا من الكابتن احمد شبير ما انا عايزة بقى حالي اسمارما زي والدي بس لو انا بقى يا دكتور انا عايزة بقى زي دكتوري الطبيعي الطبيعي الناس اصلاً ده فعفوض تحسيبه ان المفروض ان مصطفى شبير يبقى جون كبير جداً لان والده كان جون كبير جداً بياخد من خبراتهم مفروضة باس انا بكلف كالزي ما انت مثلاً يعني مدرس ابنه مش هطلع فاشل انت واحد بيذكرله فعفوض ان كابتن شبير نقل خبرات لابنه لمصطفى يبقى كويس بس الناس هنا في مصر بتحارب قوي اي حد ابنه بيلعب كورة يعني بيبقى حاطت في باله ان الموضوع ده في وسطة ده ابن كزا عشان كده ابنه كزا في ضغط تاني اتعرض ليه مصطفى شبير ضغط صعب جداً وانت شفت ده حتى بعد عصام الحضر دايماً اي حارس بيلعب مكان حارس كبير اوي بيبقى ليده وطوات صعبة جداً طبعاً اتعرضه امير فهو طبعاً فهو الوقت بيلعب مكان محمد شناو احسن حارس في مصر واحسن حارس في داخل القرى الافريقية عارف اتخطى ده يعني الناس ما قلتش يا رب الشناوي ارجع بسرعة الوقت الناس مش قال انا او ما بتسألش على موعي العودة الشناوي لا مصطفى شايل وزايل فل على فكرة صعب جداً طبعاً يعني صعب ان انت بتشارك بعد حد عند الناس في لفل معين صح ان انت بتشارك بعديه الناس هتعمل مقارنة عطولك مية في المية يعني زي مثلاً مثلاً زي عبدالله سعيد اما جيل اهلي ومقارنة ابو تريكا همم هي المقارنة تبقى ظالمة ليه ابو تريكا خد وقت قديم لوصل اللي هو فيه صح ماشي؟ لازم تدي مصطفى وتحط في نفس الظروف اللي لعب فيها الشناوي اه الشناوي اكيد مستوامز من مرجع الاهلي مش زي دلوقتي دلوقتي اقوى مهم لازم تدي مصطفى نفس الظروف ونفس الوقت بتاعه وتبدأ تقايمه وهو اختصر المدة دي كلها زي زي يعني زي مثلاً انت عندك مهاجم خارج في ديئة تسعين ومهاجمتين نازل فاضل مثلاً ديئتين وتقول ليه؟ ده كان وحش وده كان حلوة طبا هو خد نفس الظروف بتاعته؟ لا طبا فهي قصة كلها ان انت لازم تدي مصطفى انا صراحة اه يعني مصطفى ده من هو صغير كده انا علاقتي بكبتو شبير علاقة اسرية يعني كنا معهم في البيت اه مصطفى من هو صغير هو شخصية محترمة وشخصية وعنده طموح وهو عايز يبقى حاج كويس ان هو يتخطى كل اللي حصل فيه ده وابن شبير وابن شبير وابن شبير وابن شبير وابن شبير وابن شبير ويبدأ يلحب ماتشات تقيلة جداً زي نهاية افريقيا اللي لعبوا السنفات قدام الوداد وماتش زي مازلين بالنهار ده ده معلش لو لو واحد ما عنده صبات فعالي وعنده شخصية ينهار صح من انت لاجواء هناك غير ما تشوفها في التلفزيون كده انت انت في التلفزيون بتتفرج ومتدايق ايوه بقى الناس هناك في الملعب والجماهير قريبة جداً من الملعب فانت تبقى سمع صوتهم على طول موضوعه ضغط رهيب فهو ان مصطفى يعدي الفترة دي ويتجاوز والناس زي ما انت قلت يبدأوا يحسوا ان مصطفى ده امان لو الشنهو مرجعش لأ مصطفى موجود تلحكة كويسة جداً صح